المسيح لله لأننا شهدنا من جهة الله أنه أقام المسيح وهو لم يقمه ذكرنا بالتأملات الماضية عن كلمات الأخيرة التي قالها الرب يسوع المسيح على الصليب ودلائل بموت المسيح والكتاب المقدس بصراحة مدى يوقف عند حالد الصلب والموت فقط لكن بيكمل بيعلن نصرة المسيح على الموت والقيامة نصرة المسيح على غلبها اللي غلب بها إبليس والشر وبعدين بيتكلم أيضا ظهور المسيح لمدة أربعين يوم للتلاميذ قبل صعود والاستماء السؤال هو ليش قيامة المسيح مهمة إلنا أول شغلة بيدل على قدسية المسيح أنه المسيح بدون خطيئة والموت دخل علينا على البشرية كلياتنا بسبب خطيئتنا وكسران وصايا الله والمسيح ما عمل ولا مرة خطيئة وهذا هو قدر أن يقوم من الأموات هو غلب الموت النقطة الثانية غلب المسيح الشر غلب إبليس بقيامته فهذا كان دليل ثاني نقطة مهمة جدا بموضوع قيامة المسيح من الأموات النقطة الثالثة المسيح بقيامته من الأموات أنطر رجاء والضمان لكل من يؤمن به أنه سيقوم ويكون عند الحياة الأبدية بنشوف أمينا مصداقية النبوءات موجودة في العهد القديم في الكتاب المقدس عشرات الآيات تتكلم عن هذا الموضوع منها بمزمور ستعاش مكتوب قدوسك لا يرى فسادا وهي أعلانات وهي جزء من الأعلانات وهي أيضا أعلان المسيح عن نفسه بأن هو رح يموت ويقوم النقطة السادسة أو الخامسة لا توجد قيامة من غير المسيح هو قال أنا هو القيامة والحياة إذا أنت تريد يكون عندك القيامة والحياة الأبدية رح تشوفه فقط في يسوع المسيح المسيح أعطى مثال عن نفسه وبيتكلم على البذرة وقال إذا البذرة ما تموت ما رح تعطيه الثمر والمسيح بموته قام من الأموات لك يعطينا الحياة الأبدية المسيح قام حقا قام نشكرك يا رب من أجل فعلا موتك لكن أيضا نشكرك من أجل قيامتك وقيامتك يا رب موجودة بهذا اليوم بهاللحظة لكل من يؤمن بك أنت يا رب مو بس راح تقيمه في اليوم الآخر لكن أيضا راح تنطي القيامة والحياة ومعنى الحياة وهو عايش على هذه الأرض باسم المسيح يسوع وصلي آمين آمين والربي بارككم ونشوفكم بسبوع القادم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة